طلاب السادس اعدادي طلاب الدورة ايكتروني يا حبايب الابطال اجناكم بالمحاضرة اللي هي مهمة جدا هذي المحاضرة هي تكملة الدرس الثاني يعني هذي اخر محاضرة رح تكون عندك بالدرس الثاني اوكي بالدرس الثاني اخنا شانا اخذنا حتى نفتهم لخص الموضوع اكثر اخذنا ادوات تربطوا بمحاضرتين اخذنا موضوع اليد ولا نجيب محاضرة وهسا رح ناخذ موضوع الصفة والظرف هذي هو رح يكون اخر موضوع بالدرس الثاني احنا دا تشوفون صح ندى نتأخر بالتصوير يعني بس انا شنو اللي دا سوي ما دا سوي لك الموضوع بمحاضرة وحدة يعني دا موضوع ننطيح حقي لا ننطيح من عنده احسن هالموضوع مثلا هذي فل وفلين شرح بخمس دقائي اخوة اقدر اشرح لكها بخمس دقائي بس لازم احنا نفصله حتى لمن يوصلك انت هاي المحاضرة لمن توصلك هذي المعلومات انت تكون مضبطها مو بس مجرد انت شايف مقطع وحالك كم مثال وقيت يلا خلصها ينتهي الموضوع لا لازم نضبطها يلا صار واضح فهذه رح تكون ان شاء الله اخر محاضرة بالدرس الثاني مو بليونة كلها لا فقط بالدرس الثاني اوكي خلصنا ادوات الربوط خلصنا اليدو لا ينجي هس رح نجي نفنش اليوم الظروف حتى الظرف والصفة او الصفة والظروف ونخلص على الدرس الثاني هذا الموضوع يا طلاب يجيك فقط بالاختيارات بس طينا نحن درس شنوية الاول بالاختيارات ما فتهمنا فهمنا اكثر باوع موضوع الصفة والظروف بي شقين شنو بي شقين الشق الاول هو قلاعد رح تاخذ انت بليونة الاول بهاي المحاضرة الشق الثاني شنو بي املاء رح تاخذه بالوحدة الخامسة حتى افهمك منها يعني قبل لا نفوت احنا بليونة الخامس حتى افهمك الصالفة كلها الموضوع اللي رح تاخذه املاء هو التكملة لهذا زينستاذ اشرح اني اهنا انا خلينا نخلص من عنده بالوحدة الاول لا ما يصير احنا لازم نشرح كل موضوع بليونة ماتة لانه اكو اكو حسابات اكو تكتيك اكو تكنيكات خاصة لازم نسويه احنا ما نجي يعني نتجاوز عليه الكتاب ونشرح قبله فلازم نمشي مثل ما يكتاب يقول لنا اوكي يقول لنا او شرح هذا هناك قواعد هناك شرحه املاء فاني اشرح قواعدنا بليونة الاول ما الصفة والظرف وبليونة الخامس رح اشرح لك الملاوة فصخ لك اياه حلو الكلام حلو الكلام ويعني حتى شنو حتى تمشي انت ايضا بالمدرسة ما تتخربط لانه بالمدرسة رح يمشي لك على هذا النظام فحتى تتخربط لها هذا الموضوع انت شارحه وما موجود او واحد يقول لك والله انت مشارحه يعني حتى ما صرح يتتخربط لنا نمشي على اساس المنهج والوزاريات وترتيبه ما يتناه اللي هو على اساس الدليل المدرس اوكي يا طلاب فنجي احنا على شنو نانا نجي على موضوع الصفة والظرف قلنا بالليونة الاول هنا رح نشرح القواعد بالليونة الخامس ام لا القواعد يجيك فقط اختيارات هذة هذا ماكو جمل يجيك فقط شنو اختيارات يقول لك يا ابا يطيق صفة ويطيق ظرف يقول لك اختار واحدة من يمهم واضح ش رح يقول لي رح يقول لي اختار واحدة من يمهم هذا الموضوع يا طلاب شنو صفة وشنو ظرف خلي اعلمك عالصفة والظرف بالبداية بعدين اقول لك شنو اللي رح نسوي احنا باو عينا احنا الصفة شنو نعرف هاي صفة راح تشوف هاي الصفة منتحيه هاي الصفة انت راه تشوفها بايش منتهيه منتهيه بالمقطع full مني شوفها منتهيا بالمقطع full معناها هي شنوbor التعبير لما نشوفها منتهيا بالمقطع fairly هاي معناها ظروف اوكي شنو معناها? معناها ظروف يعني مثلاً كلمة careful صفة carefully ظرف نفسي كلمة هي بس وعده صفة وعده شنو ظرف مثلاً عندك كلمة beautiful جميل beautifully شكل جميل صارت ظرف هنا مثلاً عندك كلمة painful مؤلم painfully وإلى آخره كلمات من full إلى fully الفل صفة والفضي شنوى الفضي ظرف استاذ أنا شون أفرق ببينات النزيم بالاختيارات أنا رح أشرح لك ياه على اساس أنه أنت طالب ما عندك معنى وعلى اساس أنه أنت طالب عندك معنى وترجم أول شي نبليش بالترجمة طالب يقول لك والله أنا عندي ترجمة أريد أحل على اساس الترجمة بعدين الطريقة اللي يطيكها هي ما تشتغل على الترجمة تبهوا ياه طريقة الأولية تعتمد على الترجمة طريقة ثونية اللي ما العلاقة بالترجمة نهاية حتى لو كنت أنت مستواك صفر راح تقدر تجواب على إساسه بس إحنا البداية لازم نعتني بالترجمة وإنت بالترجمة ما راح تجمي يونة الأول تقدر الترجمة أكيد إحنا هدنا ناخد موضوع بالدرس الثاني بعدنا هسا يقلني يا الله لازم نوصل يونة خامل السادس بعدها هناك راح تستفاد من الترجمة هواي ليش لأنني الشرح مالتي هاي السنة يعتمد على المعاني يعتمد عليه من يعتمد على الترجمة لازم أنت يعني مو يعتمد على الترجمة يعني حتى تتحل لا يعتمد على الترجمة يعني قويك بهاي الطريقة بهاي السادس فعتى شنو لما انت جيك مواضيع بالوزاري خارج القواعد اللي احنا منطيكها التدريقة تتعاملوا إياه طلاب الصفة اللي منتحية بالفل احنا نيجي عليها بالعربي الصفة معناها كلمة تصف الاسم صفة تصف شنوه الاسم الصفة هي تصف شنو تصف الاسم يعني من أجي مثلا أقول آني بيت جميل بيت جميل بيت اسم جميل صفة فأرجع من أقول بيت جميل أنا دو أصف البيت هنا البيت وصفته شنوه بالجمال جميل زين مثلا الطالب ذكي دو أصف كلمة من طالب ذكي خلص ذكي رجعت علي من رجعت على الطالب يعني أوصف شنوه أوصف الاسم من خلاله فإحنا هنا شنسو نستخدم الصفة حتى نصف بيها نصف بيها شنوه نصف بيها الأسماء لعد الظرف شنسو بيه الظرف الظرف يصف الفعل يصف شنوه يصف الفعل مثلا يلعب اللاعب بشكل جميل بشكل جميل بشكل جميل ظرف ما رجعت على اللاعب يرجعت على يلعب بشكل جميل يلعب على الفعل يلعب يلعب اللاعب بشكل جميل بشكل جميل رجعت علي من؟ رجعت على الفعل اللي هو يلعب يرسم بشكل جميل أو الرسام يرسم الرسام بشكل جميل كلمة بشكل جميل رجعت علي يرسم يقود السائق الشاحنة بحذر يقود السائق الشاحنة بحذر بحذر رجعت على يقود طريقة القيادة مرتينية بحذر ما رجعت على السائق بس من أقول السائق حذر السائق شنوه حذر دعوص بالسائق هنا فكلمة حذر هنا نصفة بس بحذر هي رجعت علي من؟ علي يقود هاي الخبصة كل السري سوناها إليك حتى نلخصتك ياه كله نقول لك يا بي الصفة دائما الموصوف بالجملة هو الاسم يعني نحن دعونا نرجع على الاسم هنا الكلمة اللي أنا أختارها هي رجعت على الاسم أما الفولي فهي تصف شنوه تصف الفعل يعني الشي الموصوف وهنا شنوه الموصوف وهنا فعل حلو الكلام حلو الكلام أنت عندك ترجمة أنا رح أشتغلك على دن الأربع نقاط بعدها أروح لك على الطريقة الثانية وحلو الوزاريات مرتين هذا اللي رح أشرح لك ده أشتغلك على الترجمة ما يعتمد على الملاحظات نهاية الملاحظات بعد ما نحل هاي الأربع عام تلا أوكي نجي على النطة الأولى كلمة كارفول هي صفة منتهية فول كارفول هي ضرف منتهية فول هو كارفول حذر لو كارفولي بحذر دروف يقود السيارة أنا علي من دا أقصد هنا أنا دا أقصد على هو السائق لو دا أقصد علي من دا أقصد على القيادة ماتة يقود أو يسوق السيارة بحذر يسوق السيارة بحذر فمعناها أنا هنا دا أصف الفعل فأقول كارفولي هو كارفولي دروف 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 زيان هذا علي من رجعت رجعت علي من رجعت علي دروف ليش لانا أنا دا أقول طريقة قيادة السيارة بحذر حلو حلو نجي على النطة الثانية اللي هي مشابهة لها تقريبا السائق كان حذر لو بحذر شو نقول هنا أنا أكيد شو راح نقول راح نقول حذر كارفول حذر هاي الكلمة علي من رجعت الحذر رجعت علي درايفر رجعت علي السائق السائق شو بيه سائق حذر ما يسون نقول السائق بشكل الحذر أو بحذر لا نقول السائق شنو سائق حذر اللي نريد نوصفه هنا واضح حسن شوفون نقطة الأولى وثانية توضحت الصالفة أكثر الأولى وصفة الفعل كارفولي ثانية كارفول وصفة شنو وصفة الاسم رجعت علي درايفر The war الحرب war معناها حرب is painful لو painfully ended انتهت مؤلم لو بشكل المؤلم انتهت بشكل المؤلم painfully علي من رجعت رجعت على ال ended ended يعني الحرب انتهت بشكل مؤلم ما أقول the war is painful حسا إذا ماكو فعل طلاب إذا هذا نفرض ماكو فعل أقول the war is painful الحرب شبهة حرب مؤلمة بس من أقول الحرب انتهت شنو انتهت مؤلمة لو انتهت بشكل المؤلم أكيد ظرف راح أستخدم بشكل المؤلم اللي تفتهم لي هنا زيان نقطة الرابعة I bought I bought أنا اشتريت I bought but طبعا الفعل المجرد مايته هو buy يشتري حتى تفتهم أيضا عندك I bought أنا اشتريت a beautiful لو beautifully house أنا اشتريت اشتريت شنو a beautiful جميل لو beautifully بشكل جميل house منزل أنا اشتريت بشكل جميل لو منزل جميل أكيد ش راح نقول لنا راح نقول beautiful استاذ ليش لأنه رجعت على الهاوس فرح اختار شنو راح اختار الصفر أوكي لأنه رجعت علي من رجعت على الهاوس فاضح لنا رجعت علي من رجعت على الهاوس a beautiful house اي بوت ابيوتفل هاوس اشتريتوا منزل جميل انا اذا اقصل على المنزل هنا دقصف المنزل بهذه الحشماتي ما دقصف الفعل تتفتيني مني هنا ما دقصف شنو ما دقصف الفعل زيان هسه انت لهنان خلص وقت الترجمة اذا عندك ترجمة راح تحل عليها هذا الاساس زيان استاذ انا ما عرف الصفة من الظرف بالامتحان ما عرف الصفة تصف الاسم ما عرف الظرف يصف الفعل هاي كل هالامور معرفة نهاية المعرفة دوم دوم معرفة ش راح اسوي هنا راح اعطيك طريقة وحدة وهاي الطريقة مجربة يعني تقدر تجربة على كل الوزاريات ومستحيل ما تحل نقطة وزارية بيها ش تقول هاي الطريقة باوعوا يا ايك تقول نختار الظرف اللي هو منتهي فولي يعني بالمقطع فولي سواء بعد او قبل القوس فعل رئيسي من تلقي فعل رئيسي سواء قبل القوس او بعد القوس اهنان اش راح تختار فولي الفعل الرئيسي ينتهي بايدي او ينتهي باي انجي او ينتهي باس او فعل مجرد او تصريف ثالث المهم هو شنوه فعل رئيسي نختار الظرف فولي بس شرط ماكو اسم بعد القوس بس شرط ماكو اسم بعد القوس مباشرة بس لازم شنوه كو اسم بعد القوس مباشرة استاذي شون يعني ما عندي ما عندي ما عندي اسم بعد القوس مباشرة باوعوا هسا ها هي جملة ها يجملك هدى قوس انا اش وقت اختار فولي اختار فولي اذا لقيت اهنان فعل او او هنان فعل يعني بحالتaban اذا عندي فعل بعد القوس قبل القوس اني مباشرة شرا على اختار فولي حل الكلام بس مرات شي يطيق هسا شون اخذنا قبل شوية الفعل بوتا نيو هاوس مرات يطيق فعل بس قبل القوس ويالفعل شي يطيق هنانا بعد القوس يطيق اسم هنانا لا رح اختار فول بس بهاي الحالة ش اختار اختار الفول اما عدا الحالات الاخرى اي جملة اي جملة تحتوي على فعل سواء قبل او بعد القوس مباشرة انا ش رح نختار رح نختار احنا فولي ش رح نختار لها رح نختار لها فولي اذا ما لقينا هاي الملاحظة ما لقينا فعل نختار فول اذا ما لقينا فعل ش نختار نختار فول يعني اختار فولي فقط في حالة واحدة يكون فعل قبل القوس او بعد القوس بس شرط ما عدنا اسم بعد القوس يعني مرات اوكي اكو فعل صح بس اكو اسم بعد القوس هنا اختار فول بس اذا لقيت فعل قبل القوس وما اكو اسم اختار فولي اذا لقيت فعل بعد القوس مباشرة اما اختار فولي واضح يعني بالحق شوف راح اضطيكها من الاخير عندك هنا فعل وما عندك هنا اسم شتختار تختار فلي عدك قوس وعدك هنا فعل مباشرة شتختار راح تختار هنا فلي يعني بهاي الحالتين انت تختار فلي ماكو هاي الحالتين ما طبقت عندك هاي الحالتين تروح مباشرة انت هنا مش تختار تختار فلي وانتهي الموضوع زين استعد لشurat كم مرة جاي بالوزاري هالا جاي 9 مرات بالوزاري يعني ان نفسها مكررة تسع مرات هاي التسع مرات الاختيار كلها لحد الان دي اجي فلي يعني هاي التسع مرات الهيحنا نستدر اشرحه اوها الموضوع دي اشرحه كلها جاي فلي يعني اختيار وهو شنوا الاختيار فلي بالامتحاني الوزاري اما علم holes تاخذ تسع امثلة رح نشرح لك ياما بدون معنى على أساس هاي الملاحظة رح نشرح عليهم بدون معنى على أساس هاي الملاحظة اللي أخذناها حتى أباين لك أنه إحنا نقدر نشتغل أيضا بدون ترجمة واضح أما أنتذا عندك ترجمة وتعرف الصفة تعرف الظرف خلاص تمام رح تحتاج بعض الملاحظات أنت تقدر تطبقه براحتك أوكي لأنت رح تعرف الاسم رح تعرف الفعل رح تعرف الصفة رح تعرف الظرف هل لذني مكونات تعرفن خلاص هاي بس انا اذا ما عندي معنى اذا ما عندي معنى دا اقول لك الملاحظة ملاحظة شو تقول نختار فضي اذا عدنا فعل قبل او بعد القوس مباشرة او متنين يجي نفعل بفعل او ماك فعل بفعل بجملة لو قبل القوس لو بعد القوس بس شرط ما عدنا اسيم اوكي شون قبل شوية اخذناها الصراحة بايلة قبل شوية شوف هسا هي الجملة هاي المفروض هسا انت شليقيت هنا اوني شليقيت لقيت بوت فعل ماضي المفروض تختار بوتفل استاد ليش ما اخترت بوتفل اروه شو ما تقل لي مش عندي عندي حاوس وعندي اسم صح عندي فعل بس عندي بعد القوس اسم فرح اختار شنو رح اختار بوتفل لان الاسم هو اللي هو لا 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 اسمي الا الاولوية هنااني مو مو الفعل اي لا الاولوية الا اسم عني الا الاولوية هنا واضح啥 هذه تتبع tao RESểm اذا معنى هاي مو الاولوية شو هنا عالجة هاي اه محمد اTeتبع عندي بالتكرا رايب الا بالتكرا رايب ايي فعل اوكي و عندك هنا هاوس اسم احنا قلنا اذا عنده فعل قبل القوس بعد القوس اسم نختار فعل هس اذا انا ماسح لك ماسح لك مثلا اسم شو راح تختار راح تختار بيوتفول ابوي فهذا هو الشي راح ماته هس مثلا عندك النقطة الاولى هي كيرفولي لو كيرفول دروف فعل بعد القوس مباشرة اذا تختار كيرفولي اكو بتجملة فعل رئيسي بي اي ان جي لا اي دي لا اس لا فعل مجرد لا استاذ مو درايفر درايفر اسم فعل هذا سائق اسم هذا فتختار شنو حتختار كيرفول حلو الكلام زين نقطة الثالثة The war is painful لو painfully ended فعل فتختاروا اياها شنوان تختاروا اياها فلي اوكي زين هس هنرجع اليمن راح نرجع على الوزاريات الوزاريات شي يقول ليك يقول لك قلت لك تسع مرات جايب المتحان وزاري هذا عندنا النقطة هاي شو يقول The story was or is wonderful or wonderfully written نجي نحلها بدون معنى بالبداية القصة كتبت بشكل رائع لو رائع أكيد راح تقول شنو هنا راح تقول هنا بشكل رائع اخترنا هنا هاي اخترنا لاندي فاعل بعد القصة مباشرة طبعا نحن نتمنى أنه كنا نعيش سلام لو بسلام أكيد تقول له هنا بسلام كنا نعيش بسلام استاذ ايش اختارت هاي شعدك هنا فعل لف يعيش فكنا لازم نعيش بسلام استاذ مو تقدر اسم لا هاي مو اسم هاي هاي تكملة الجملة زيان The film is wonderful or wonderfully directed The film أخريجه بشكل رائع لو رائع أخريجه Directed فعل فتقول له wonderfully أخريجه بشكل رائع زيان We all dream of living peaceful or peacefully together We all dream of living peaceful or peacefully together طلاب شعدك هنا عندك dream of living living فعل b ing هنا او dream of living كنا نعيش نوع نعيش بسلام peacefully يعني تقريبا نفس الجملة الثانية هاي جملة الثانية والرابعة تقريبا من الشابهات واضح جملة الثانية والرابعة عشرين من الشابهات He drives هو يقود the car Careful لو carefully راح تقول له carefully استاذ ليش هو يقود السيارة أمان أو العفو حذر لو بحذر بحذر حلو عندك هنا انت فعل بي اس قبل القوس اجا عندك فعل شنو بي اس يعني فعل رئيس سارة careful لو carefully lifted the box رفعت الصندوق بحذر لو حذر بحذر carefully شعدك انت هنا عندك lifted فعل رفعت The picture was الصورة كانت A beautiful لو beautifully painted Was beautifully painted فعل فتختار له beautifully فعل مباشرة ورا القوس نختار شنو نختار beautiful The story القصة was beautiful لو beautifully written تصريف ثالث تختار له beautifully القصة كتبت بشكل جميل زيت طارق زيت طارق was floating زيت طارق كان floating يطفو يطفو فعل peacefully كان يطفو بأمان peacefully آمن peacefully بأمان فكان يطفو شنو يطفو بأمان واضح يا طلاب هاي جت السنة يعني هاي الفين واربع واشرين هاي النقطة مين جاوبوه جاوبهم قطعة زيت طارق نصا موجود قطعة زيت طارق جاوبوه يعني اللي قال قطعة مضبطة رحل هاي الجملة حتى بدون معنى ولا ترجم ولا ملاحظات ولا كل شيء تفهمن شون؟ لها بس احنا دعين نقول لكم يا بتر المعاني مهمة ترجم ومهمة ميسر تقرأ بس قواعد واحد وتوصيلات وتجزئ الي الكتاب وتتملخ الي الكتاب وتسوي اجزاء ومع ما عرف شن يعني فلا تخبصة فهنان شنو هنا لازم تجي تقرأ المواضيع وحدة وحدة تفلسن تفليس حتى الشي اللي تقرأ بالقواعد يفيدك بالقطعي تقرأ بالقطع يفيدك بالقواعد والاسقاطات تقرأ بالاسقاطات يفيدك بالتوصيلات وهكذا يعني تجمع المواضيع كلها واضح يا طلاب فاحنا سيش نسوي قلنا بيسفولي لانه يعني نجي نراجحها بيسفولي تصف الفعل بينما بيسفول تصف الاسم بيسفول عفو فل صفة وبيسفول هي شنو ظرف احنا من نجي على صفة الظرف بالعربي الظرف معانقه الفعل بينما الصفة حاضنة لمن حاضنة لاسم يعني اسم ارجع لصفة الظرف ارجع لشنو ارجع لفعل او الفعل ارجع لظرف تتفهمني هنا لانه هذا عدك الموضوع كله بشكل كامل ووزاريات ماتين كل نحل يناهن ما عندك بعد شي نهائيا لخص الموضوع تهي عندك لهنه موضوع الصفة والظرف بس ما انتهي كموضوع كامل تهي كقواعد فقط الموضوع راح يكمل عندك بالوحدة الخامسة كاملا وراح نرجع ايضا ارجعك علي مرلوخ كقواعد من ارجعك انت لازم بذلك الوقت يكون عندك معنى وترجمة تتفهمني هنا لانه لازم يكون عندك شنو لازم يكون عندك معنى وترجمة وراح تقول لي استاذ والله رحمه الله وردك انا صار ادي معاني هنا بديت اترجم بديت اعرف الكلمات لانه الكلمات كلها من انت تجي من المنهج فانت اذا ضبطت المنهج معناها ان انت قلت السلام عليكم للمنتحاني وزاري وطلعت من عنده شامخ دفتيمين هنا فلازم ضبط الكلمات والمعاني والمفردات هاي كلش مهمة واهم بعض من القواعد اوكي يا طلاب اتهى عندك الدرس الثاني لسن تو بشكل كامل لسن تو خلصناه بهاي المحاضرة لسن تو لسن تو نقول لي باي باي اوكي شو نقول لي نقول لي باي باي لسن تو خلص عندنا لسن تو الروح السعليما على اللسن الثالث بالمحاضرة الجاية شوفكم ان شاء الله بخير ولا تنسوا للمتحانات ما تكون كلش مهمة طالب اللي ما يضبط الامتحانات ما راح يقدر يضبط المنهج الاسئلة اللي تجيك بالامتحانات هي اسئلة اسئلة تختلف عن هذا تعتمد على فهمك للمادة وتعتمد على تضبيطك أيضا للمحاضرات او للمواضي العفو للملاحظات بشكل كامل فضبطت الملاحظات ضبطت الحجة اللي انا دي احكي لكها راح تقدر انت هنا نجاوب بالامتحان بشكل كلش ممتاز فشوفكم ان شاء الله بخير محاضرات اخرى وفي امان الله